ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ هذا السؤال كان من بلاطس البونتي خلال محاكمة المسيح وهذا السؤال كان موجه لليهود بلاطس كان مدرك وعارف عن براءة يسوع المسيح وكان مدرك أنه اليهود سلموا المسيح حقدا وكرهية له وبلاطس كان بيعمل محاولات لتبرأة يسوع المسيح وصل إلى الاستنتاج ماذا أفعل بيسوع بيسوع الماثل الواقف أمامي الذي يدعى المسيح يعني اللي هو المسيح الممسوح من الله الملك اليهود هذا ما كان يقصد بلاطس البونتي وطبعا كان جواب الناس في هذه الحالة ليصلب أو اسلبه في موضع آخر فاتصور القساوي والعداوي بلاطس شخص طبعا قتل الكثيرين حتى يصل إلى هذا المنصب ولاحظ أنه في هاي الحالة يعني أدرك أنه المسيح بريء حتى سألوا واحد من أهم الأسئلة ما هو الحق ثم التفت إلى الناس وقال لأجد علا فيه وفي هذا الموضع بقول ماذا أفعل بيسوع طبعا السؤال هون مش على أساس أنه يتعرف على هوية المسيح كان بيقصد شو أعمل بيسوع المسيح وأنا عاوز أقول من خلال هذا السؤال أوجهه لكل واحد منا ماذا تفعل بيسوع الذي يدعى المسيح الجواب على هذا السؤال في غاية الأهمية لأن هذا السؤال هو سؤال مصيري سؤال أبدي بهم أبديتك وسؤال اللي بيحتم حياتك مصيرك وأبديتك من خلال جوابك على هذا السؤال للأسف بيلاطوس كان معمي وكان بهم أن يرضي اليهود رغم كل قساوته وكل شراسته بالنسبة للفرسيين والصدقيين اللي هم كان الرؤساء اللي حكموا يسوع المسيح لم يدركوا أهمية يسوع المسيح لدرجة قيافة قال خير لنا أن يموت واحد عن أن تهلك الأمة كلها طبعا يتكلم بروح النبوة ككاهن لأنه بيتكلم أنه ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد اليهود قالوا اصلبهم يهود الإسخريوطي باعوا بثلاثين من الفضة بطرس أنكر يسوع المسيح مع أنه تاب ورجع ليسوع المسيح بيلاطوس غسل يديه وقال أنا بريء من دم هذا الصديق اليهود قالوا دمه علينا وعلى أبنائنا وحتى على الصليب والمسيح على الصليب استهزأوا بي وقالوا هذه العبارة لينزل عن الصليب فنؤمن به وطبعا هي كانت فكرة الشيطان لأنه حتى من الزمان إذا بتتذكروا يسوع قال لبطرس أبعد عني يا شيطان لأنه لم يستطع أن يدرك أو يفهم فكرة الصليب وها عم بكرروا نفس الشيء لينزل عن الصليب حتى نؤمن به لكن المسيح جاء لكي يموت فدية وضحية كفارة من أجلك ومن أجلي لكنه قام وانتصر وهزم الموت أيضا بنات أورشليم بكوا على يسوع المسيح وهكذا كان في كتير ناس مثل المريمات حول الصليب اللي كانوا آمنوا بيسوع المسيح لكن الشيء الجميل أنه في واحد روماني قائد المئة قال بالحقيقة أنه رجل بار بيتكلم عن يسوع وقال في موضع آخر أنه هو ابن الله يعني كأنه حط ثقته وإيمانه في شخص يسوع المسيح فإذن السؤال ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح إما أن تقبله مخلصا وتتوجه ربا وملكا على حياتك وتحصل على الغفران والخلاص والحياء الأبدية أو ترفضه عندها طبعا ستحصد ثمن خطيتك في جهنم النار فالمسيح حسم الأمر لا يوجد حل وسط إما أنت في النور أو في الظلمة إما أنت بتتبع يسوع أو خارج دائرة يسوع إما أنت بتتمتع بالسماء أو بتصفي في جهنم النار فإذن ماذا أفعل بيسوع الرد على هذا السؤال هو بحتم مصيرك وأبديتك فأنا بدعوك اليوم أنك تؤمن بيسوع المسيح المخلص وتكون مثل واحد من التلاميذ تلاميذ المسيح الهوتومة اللي قال ليسوع بعد القيامة عندما رأى المسيح قال ربي وإلهي فأنا بصلي اليوم أن المسيح يكون ربك وإلهك وإذا أنت اليوم فعلا بتقرر بتقول أنا أريد يسوع المسيح فقط بجملة بسيطة صغيرة على الفيسبوك قول أنا أقبلهم مخلصا وهذا شيء بيساعدنا حتى نتابع معاك ونصلي من أجلك إذا الرب بألمس حياتك منحب نساعدك روحيا حاول تكون أيضا خادم معنا اعمل شارع على هذا الفيديو والرب يباركك